تنفيذا لأمر صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيسي مجلس الوزراء حفظه الله بإطلاق خطة تطوير لدور العبادة وافتتاح وترميم وتأهيل عشرين مسجدا تابعا لإدارتي الأوقاف السنية والجعفرية واتخاذ الإجراءات الكفيلة لسرعة البدء في تصميم وبناء 12 مسجدا في مدينة سلمان قام الفريق التنفيذي المكلف بزيارة ميدانية لمجموعة من دور العبادة التابعة لإدارتي الأوقاف السنية والجعفرية وذلك للوقوف على متطلبات الافتتاح والتأهيل والصيانة هذا وحرص الفريق التنفيذي المعني على التواصل الميداني والوقوف المباشر على أرض الواقع للعب دور تطوير شأن في كافة محافظة المملكة تنفيذا لأمر صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء قام الفريق التنفيذي المشترك الذي تم تشكيله من قبل معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بزيارة ميدانية لمجموعة من دور العبادة التابعة لإدارتي الأوقاف السنية والجعفرية بكافة محافظات المملكة وذلك للوقوف على متطلبات الافتتاح والتأهيل والصيانة وغد شملت الزيارات معاينة أربعة من دور العبادة تمهيداً لافتتاحها خلال الشهر الفضيل كما شملت معاينة أربعة من دور العبادة التي تم البدء في إجراءات ترميمها وتأهيلها نحن اليوم في زيارة طبعاً ميدانية من قبل الفريق التنفيذي اللي شكل معالي الشيخ خالد بن علي الخليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف للاطلاع على متطلبات المساجد سواء مساجد التي ستفتتح قريباً إن شاء الله خلال هذه الأيام القليلة والمباركة القادمة وكذلك المساجد اللي أمر صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء المواقر حفظ الله ورعاه إلى تأهيلها وصيانتها تمهيداً طبعاً لكذلك افتتاحها وضعنا جدول تنفيذي خطة تنفيذية للمشروع وضعنا جدول زمني للمشروع وبإذن الله خلال هذا الشهر الفضيل سيتم بناء جميع المشاريع التي صدر فيها الأمر كأوقاف جعفرية وضع خطة تطويرية للجوامع والمساجد في مختلف مناطق المملكة قامت الإدارة بالتنسيق مع مكتب معالي وزير العدل بزيارة ميدانية حالياً اليوم نقوم فيها في مختلف المناطق لتحديد نطاق العمل في هذه المساجد والجوامع وتحديد الفترة الزمنية نحاول أن نتم هذا العمل خلال الشهر الفضيل نحن لهم طبعاً طالعين هذه الزيارة الاستكشافية للمساجد التي نقوم بافتتاحها وترميمها بتوجيهات معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف اللي كون الفريق التنفيذي المشكل للوزارة نحن الحمد لله اليوم قمنا بزيارة موقعين اللي راح يتم الفتاحها إن شاء الله يوم السبت القادم بإذن الله الأمر الآخر هو راح نزياره إلى موقعين آخرين بشأن ترميم المساجد واحد في السلمانية واحد في المناومة في فريج الفاضل التوجيهات جت في وقتها أمانةً يعني لأن في بعض المواقع بعض المساجد تحتاج إلى أعمالها الصيانة هذه والتوجيهات جت في هذا الشهر الفضيل ما أعطت المصلين وأثل جت صدورهم أمانةً خصوصاً في بعض المواقع اللي كانت تحتاج فعلياً إلى أعمال الصيانة لا شك أن مرتادي المساجد مرتاحين من هذه المبادرة الكريمة حيث أن هذا يسهل على المصلين خاصة بعض المصليات أو المساجد بحكم موقعها في المناطق السكنية الجديدة مما يسهل عليهم أداء شعارهم الدينية من غير يتكلفون مشقة الوصول إلى المساجد الأخرى هذا وقد تم تشكيل الفريق التنفيذي لتلبية حاجات الأهالي في جميع محافظات المملكة لتمكنهم من القيام بشعائرهم الدينية بالإضافة لضمان سرعة وجودة إنجاز المشاريع والتنسيق مع الجهات المعنية لتخصيص المواقع واتخاذ الإجراءات الكفيلة بسرعة البدء في تصميم وبناء دور العبادة في مدينة سلمان وتعتبر هذه الخطة التطويرية هي مؤشر لبداية مرحلة تنموية قادمة نظرا لما تشهده دور العبادة من نقلة نوعية من حيث الرعاية والاهتمام والتطوير ودليل على الحرص الكبير بما توليه حكومة مملكة البحرين بدور العبادة بشكل عام مواصلة لمسيرة الخير والعطاء في شهر رمضان المبارك جاءت توجيات صاحب السمو الملكي ولي العهد والاستجابة السريعة لتكون بشارة خير لأهالي البحرين وتؤكد أن سموه كان ولا يزال متابعا لما يخص المواطنة من احتياجات ومتطلبات طلع نايف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين اشتركوا في القناة